بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة بوضوح النهاردة هنتابع مع حضراتكم الملف الإنساني اللي تبناه برنامج بوضوح في سلسلة حلقات عن خطف الأطفال وعقدنا العزم إن شاء الله نحن نحاول أن نعيد هؤلاء الأطفال إلى زويهم وعقدنا العزم نحن لن نقلق ملف خطف الأطفال إلا لما يكون متأكدين أنه ما فيش ولا طفل مكتوف بإذن الله لأنه أنا الأوان أنه نحن كل واحد يطمئن على ابنه وعلى بنته لأن النهاردة عندنا حالة قلق شديدة بسبب بعض المجرمين اللي هما ما يعرفوش ربنا اللي هما مش بنقدمين أساسا اللي باعوا ضميرهم من الشيطان وسولت ليه بنفسهم هذه الخسة والدناءة في هذه الأفعال وفي الأخر تركوا أسر مكلومة تبكي على أبنائها وبنتها اللي فقدوهم بعد ما قتلوهم النهاردة حيكون معنا مجموعة من القصص الإنسانية لأسر فقدت أولادها وأسر بتبحث عن أولادها وأسر ماتت أولادها وناز يدوروا على أهليهم بعد السنوات الطويلة قبل ما راحب بضيوفي نشوف التقرير اللي عادوا زملائنا في الإعداد عن خطف الأطفال وبعد أن نبدأ ازدادت مؤخرا حوادث خطف الأطفال سواء الرضع من المستشفيات أو الصغار من الأماكن العمومية والأسواق والمحطات ويكون المصير إما إطلاق صراحه مقابل فدية أو قتل الطفل وتحويله إلى أعضاء بشرية تباع في الأسواق وهو ما اعتبره البعض ظاهرة انتشرت في مصر خلال الفترة الماضية بينما يرى آخرون أنها مجرد حوادث فردية غير مرتبطة قصص وحكاية عن اختطاف وقتل الأطفال تتداولها المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي يوميا ومعها تتزايد مخاوف الأهالي من عصابات تخصصت في خطف الأطفال للمطالبة بفدية أو لاستخدامهم في التسول والأعمال غير المشروعة أو لقتلهم وطبقاً لإحصائيات المجلس القومي للأمومة والطفولة فقد حازت حالة الخطف والإتجار بالأطفال أعلى نسبة من إجمال حالات العنف بنسبة 37% تلتها حالات قتل الأطفال بنسبة 22% بغرض الإتجار في أعضائهم البشرية وفي الصياق ذاته أفدت إحصائيات لمنظمات حقوقية بأن حالات العنف الموجهة ضد الأطفال بلغت 274 جريمة سنوياً أدت إلى قتل ووفاة 149 طفل وبالتالي فإن أكثر من نصف الأطفال الذين تعرضوا للعنف توفوا وأضافت الإحصائيات أن حالة بيع الأطفال المرصودة بلغت 6 حالات سنوياً بينما تم رصد أربعة حالات كعنف رسمي وبلغت حوادث قتل الأطفال العمد 10 حالات وبلغت جرائم خطف الأطفال 25 حالة زي ما شفنا في التقارير يعني حوادث ومآسي وللأسف الشديد الجريمة ما زالت مستمرة أو انتشر برحب بضيوفي الأستاذ هشام شارف عبد الحكيم والد الطفل المرحوم محمد هشام أهلاً بحضرتك وبرحب الأستاذ فوزية أحمد السيد والدة الطفل المرحوم المغتولة كامل وأبدأ بحضرتك وأسمع الحكيم الحكيم كامل من حسن في رود الفرق فأنا كنت عند والدي فكامل رجع البيت فالمطعم دخده معاين هو يجيب حاجات للمحل وكده اكتشفت بعده اختطف ابني بإسبوع إن هما بيقولوا إن هو موته ورمى في البحر طب جثته فين؟ فين ابني؟ هات لي ابني قد فينه عشان أعرف جثته فين؟ قعدنا ندور عليه في البحر وفي كل مكان أنا مش لقى جثت إيه وغاية وقتين هزا ما عرفش ابني مات ولا عايش ولا إيه الكسة بالزرق كسة إن التفلي كان موجود بيلعب مع عاصة أبوه أحكياً أنا عايز تفاصيل أكتر عشان أعرف بس عشان برضي كون فيها قابرة للناس التفاصيل إن ابني كان بيلعب في وسط أصحابه وليوم اللي أنا رجعت به بيتي 1 شهر سنة يوم عيد ملادي يوم عيد ملادي رجعت أنا كنت عند والدي ورجعت البيت عندي ابني بيلعب مع أصحابه جيل عصام ده خده من وسط أصحابه مين عصام؟ اللي هو المتهم هو بقال في الشرع اللي ورانه بقال عنده سوبر ماركت في الشرع اللي ورانه خده إن هو يجيب حاجات للمحل بالعجلة بتاعته يعني خده وراء العجلة قدام الأطفال كلها فإحنا بندور عليه طبعا مش لقينه اكتشفنا أصحابه ما عرفش أي حاجة أنا اللي أنا اكتشفته إن الأطفال بيقولوا إن كامل اللي خده عصام أخي وحي كان معي روحنا جبنا عصام من البيت قاعد ينوهنا شوية في حتة الفلانية قاعدنا ندور ما لقينا هوش إن آخر خدنا سلمنا الحكومة أيوة كان شارب مثلا يعني لما خطفه كان أيه؟ على حسب المعلومات اللي تقلت في المحضر إن هو كان شارب وخد الولد على البحر عشان يعتدي عليه الولد رفض وقال له هقول لولدي وهقول لعمامي موتوك خق ضرب الواد أغم عليه وبعد كده الولد فاق قاعد يطبطف فيه ومش عارفه إيه الولد شد معاه ومسك فيه رح مسك دماغه ومغطسه في قلب المياه رفع دماغه ولقى وشه مزرقه وجاي بريم رح رمى في المياه رمى في المياه طب فين الجسة قاعدنا طبعا أنا معرفش عن الكسة دي حاجة غير يوم ما تلع ولد من البحر وقاله إن ده ابني رح تشوفت أنا على البحر رئيس المعبي حزمي صمم إن هو ابني فيا فندم مش هو ابني قال لا هو قاعد يقول لي شوية تفاصيل طبعا مش موجودة رحنا النيابة ومعد ما مد أبوه بالغصد قال له هو ابنك ام دي مد أبو إن هو ابنه وروح طبعا أنا التب الشرعي في المشرحة بصيت عليه قلت له الولد ده مش ابني وما يدفنش باسم ابني فروحنا النيابة بعد مجادلات كتير قوي مع وكيل النيابة عملنا التحليل الديني بالعافية أثبت إن هو مش ابني جات لمكالمات تلفونية من بلد حمل متهم إن كامل عندنا وعايزين 100 ألف جنيه وصلت لغاية 65 ألف جنيه لكلموكو بعد ما اكشفت إن الولد ده مش ابني قبل ما يطلع إن هو مش ابني بعد اختفاء كامل ب16 يوم بالزبط جات لرسالة على الموبايل إن عايزة ابنك هاتي 100 ألف جنيه تحرقاتي بأكملها كانوا بيقولوها الحاجات اللي في بيتي كانوا بيقولوها لي قالوا إحنا معايدين الناس معاكي بتقناليننا أخبارك كلها قدمت الكارت المؤمر الرئيس المباحث بتاع عائز مروض الفرج ما سلموش للنيابة ما ذكرهوش أصلا في المحضر ولا النيابة تعرف عنه أي حاجة ثمانية وثلاثين مقالمة تهديد وابتزاز عايزين مني فلوس لغاية وصلت عايزينك أنت شخصيا أنت اللي الجنة طب هجيب حد معايا وأجيلكوا لأ إحنا عايزينك أنت وفقتهم وقلت لهم ماشي أجيلكوا بس أشوف ابني وأجيبه قال لي يا ولفت الدنيا كلها سنين عمري كلها مش تلاقي ابني ذرا عندنا تفاصيل أضاك التفاصيل كانوا من أولاني وهي في قلبي بيتي زي إيه؟ زي مشاكل في بيتي زي شغلي زي إن أنا كنت بكلمه على أساس إن أنا متنقبة لقيتهم وصفوني شكلي أنت شكلي كامل أنت تتوقع من كامل كل حاجة لدرجة إنه قال لي يا وعايزة دخولك لحمام هقولهولك يعني هو قال لي أنا مقاعد واحدة معاك في قلبي البيت بتوسيكي وناس بتجري معاك وبيدور معاك وبتقنال لنا أخبارك حاجات تفاصيل أضاك التفاصيل كانوا بيقولها لي رحت وديت واستعلموا عنهم الناس دي تلعت من المينيا من بلد حمل عصام اللي هو المتهم رحت المينيا وقدمت البلاغ هناك وكلي النيابة إداني لستة بقى ساميهم وبأرقام بطيقهم وبكل عنوانهم الناس دي مكمة في البحيرة ومذكورين في قضية قبل كده روح أنت يأتيهم أنا اللي أروح أجيب الناس اللي خطفين ابني اللي مذكورين في قضية تخطف قبل كده ده الكلام اللي تقلم الوكيل النيابة الكلام اللي تقلم الوكيل النيابة بتاع الكاهرة امشي من هنا وما تجيش تسأله على قضية ابنك دي تاني قضية ابنك هتروح المحكمة رئيس المباحث تكله على الله ابنك والأول عيل والآخر عيل طب ليه؟ فين؟ ابني فين؟ أنا عايزة جثة ابني اديني جثة ابني وأنا أأمن بأنه هو مات قعدنا أربع سنين مجادلات في قلب المحكمة بعد اختفاء ابني بخمستاشر شهر واني جوزي مضى اني ابنه مات وترمى في البحر وملوش جثة ظهرت جثة ابني في مجرد جمجمة فوق السطوح المتاحة الهدوم بتاعت ابني هدومه اللي هو ماشي بيها ومختفي بيها فقلبه جمجمة فوق السطوح المتاحة طب اتحلل امتى؟ مات ازاي؟ مفيش اي حاجة غير التقرير التب شرعي مش هو التقرير التب شرعي بتحليف دي ايه تاني؟ أثبت اني مش ابني الهدوم يا دكتور سليمة مفيهاش دم مفيهاش خرش مفيهاش حتى ان هي دايبة حتى من رميتها فوق السطوح مين اللي بيعمل كده؟ مين اللي بيعمل القضية بيوديها مجال تاني؟ طب عصام ده هو اعترف انه قتله؟ لا هو بيقولي انا ما اعترفتش انا النيابة قالت لي امدي مطيد المحكمة قالت لي امدي مطيد انا ما ليش جاعه بحاجة ابنك عايش لدرجة الهدوم لما طلعت انا بقوله انت موت ابني ورميته فكذا كذا قال لي مش هو قبل التحليل الديان ما يطلع التاني اللي هو بتاع الجسط التاني قال لي مش ابنك هي هدوم وممكن لكن مش هو طب ابني فين؟ يقول لي ما عرفش ومقدرش اتكلم معيك وما قولكيش انا بحمي نفسي محمي بيتي وعيلي ده كل الكلام اللي بيقوله يعني احتمال يقول انك لسا عايش؟ احتمال اربع سنين؟ ربنا اللي يعلم وليت هدوم كلها؟ كل الهدوم مسكورة في قلب المحضر بتاع النيابة وبتاع الاسم جاي بلاغ لرئيس المباحث الساعة خمسة المغرب في رمضان ان احنا عصرنا على جث الكامل محمد كامل فوق السطوح المتعب ولا جاب نيابة ولا جاب تحقيق ولا جاب اي حد رفع بصمات راح خدها تاني يوم ستة الصبح من غير اي حد ما يشوفه مجرد جمجمة يا دكتور جمجمة مش مجرد هيكل جمجمة بس موجودة ومحتوطة وبجنبها عدوم ابني طب مين اللي بيعمل كده؟ وفي صالح مين؟ طب ابني فين؟ اديني جثته انا قلت له كل ان يابة سلمني جثت ابني وانا اعمل ان هو ميت لكن انا لغاية دلوقتي مش مأمن ان ابني ميت ان انا متفعنتوش ما عرفش اصلا هنما كانوا فيه ولا اعرف ميت ولا اعرف عيش ولا اعرف اي حاجة هلو ناس بتكلمني بتقول لي ابنك في الحتة الفلانية ابنك في كذا انا لسه مسافرة دميات الشهر اللي فات ان فيه طفلي شكل ابني بالظبط مع واحد متسوي ومقاعده على عجلة وعمله رباط وعمله قسطرة وعمله حاجات مش موجودة والولد قال له ام مش انا ايه ده مش ابويا روحت الرئيس المباحس قال لي فعلا الولد ده احنا شوفناه ومع الراجل ده وبيسرح بيه نزله يجبوه ملاقهوش ملاقهوش لغاية وقتنا هزا مش ظاهر مش موجود في دميات كلها طب ابني فيه ليه التأثير من الحكومة في صالح مين اللي بيعملوه دوت ابني روح وابني ده روح وابني ده روح طب يلحقوا باية الاطفال اللي بتروحوا دي احنا تعبنا والله العزم تعبني محدش حاسب اللي احنا فيه انا عايزة جثة ابني الدولة حتى هو هيكل اثبتول ان ابني مات لكن كده انا ابني ما ماتش وافضل سنين عمر كلها هدور عليه ان انا مخدتوش دفانتو اقام ان ابني ماتش دكتوره وما دفانتوش وما عرفش عنه ان كان ما يتقل عيش اتعدم اتحكم عليه بالاعدام خد لي سنين وعبال ما يتحكم ما يتنفذ الحكم انا كنت مدهي اربع سنين ان لما يسمع الحكم ده يقول ابني فيه لكن سمعه ولا اكن سمع اي حاجة ولا اكنه حتى لكن هو خطفه عشان يعتدع لي جنسية اه هو ده الكلام اللي مكتوب في المحت الكلام اللي رئيسي ايه يعني ان هو يعني المفترض ان هما يوم اكلموك يقالوا عايزين فلوس كانوا مفترض يكونوا هو عايش يعني طب ازاي بيطلبوا يعني دية او فدية واحد ميت ما عرفش ما عرفش جابوا معالم منين جابوا شكل منين جابوا رقم تليفون منين ناس في المينيوم ملاوي جابوا رقم تليفون محضر غياب تالت يوم اتخطف جيل للتليفون عايزين مبلغ ستمائة تالف جنيه كالسدنه قدية محمد خمسة ونص جلع عايزين مبلغ ستمائة تالف جنيه فلما جالي تالت يوم رحت بعت اخوة يعمل محضر الخطف غير غياب لخطف فجال التليفون فمشيتهم في كام ورحتم تصب بتاع المباحثة عندنا في المركز وظبطت محهم قالوا مشي اتكلم محهم عادي وخد محهم ودي واتكلم محهم رفوس عادة مش مشات ورحنا نتابعين امورهم ونظبطين الدنيا حاضر فضلت محهم ايه مبرداش برضو اشد شوية وارك شوية عشان ايه ما يجلقوش ولا شكو في حاجة فضلت محهم حد مبلغ سبعين الف جنيه ومزبط مع البطول مباحثة ومجول مراقبينة كان اما عاملين احنا مزبطين الدنيا ومتابعين التليفون وبتاع حاضر فضلت اليوم اللي هيسلم فيه المفروض خلصنا بالليل المفروض تاني يوم نسلم اتجافل التليفون خالص نهائي فضلت السنية اللي يوم كل محدش خلنا علي رح تراح بتاع المباحثة طب حضلت ليه التليفون بتاع ليه احنا وصلناش لحاجة ليه ما عملناش حاجة اصلا وبطول يا بيتة ما معملتش حاجة طب ما سبتنش انو ييبوا ليه بالفلوس قال هو والله التتبع وما اتعملش طب التتبع ده او انا رحت خلاص ايجراتي تتبع وموضعت من رئيس النيابة وبتاع ليها التتبع وما اتعملش ليه ايجرات الحكومة يعني مكانش بواسطة او واحد في الداخلية مثلا وبتاع هو اللي تعمل له اجرات كاملة ما فيه ناس ده كلب مش عاب بتاع ابن ماركة رئيس البنك ولا ايه الدينة تجلبت عليها طب ليه البنى قدم العادة ملوش حاج يعني زي بتوع الداخلية وردبة عندك مسلا ابن عقيد اتفضلت له كاميرات الدنيا كلها في ثواني ورجع له ابنه ليه ده اجراتها تعملها وانت جاعد قلت اعمل اجراتها جاوب تتبع عملك طب فين انت تتبع محد السئل فيه محدش عامل فظلت جاعد عن نظام ضويتي ستة وعشرين شهر ستة وعشرين شهر وكنت روحت وقدمت بلاغات في مدارة الامن غير المركز في مدارة الامن ووزارة الداخلية عملت بلاغات وشكاوب تعمل خطب ابنك ماليسة جاء لحضرتك بعد ستة وعشرين شهر ليجيت لفون رئيس مباحث جاء عندنا جديد كان لسه مسلم من شران ثلاثة ليجي جثة عالصحراوي الشبجي هيك العزم يعني هيك العزم فكان فيه شبهة حوالين واحد من البلد عندنا سواق كان بيودي وضي حضان ويجيبها سواق ايه بتاع مدرسة؟ هو سواق خاص يعني بعربية بس كنت بخليه ودي العيل ويجيبها المدرسة يعني كان السواق بتاعهم علاقته ايه بالسواق ده كان بيحبه كان يحبه جدا ولو كان يزي اليوم مالجاج جوته مرداش يروح المدرسة لو ماليجي عمطر ده ايش موجيد مرداش يروح المدرسة مرداش اغير مع عمطر ده فجات بعد طلبوني بعد كده بعد ما بوضوع ده بتسعة توش هور الشرطة نامت والبوضوع نام طلبوني بتسعة بعد ده بتسعة توش هور وجالوا عايزين متى هالف جنيه ده الوقتي اما مش يستطيع اسمع صوتنا تاني قلت له حاضر بس خفل ما ابدأ شوية عشان اكبر اجمع جال هو معاك هيقولك كلمة واحدة هي 8000 جنيه وهتتكلم تاني هيك في الموبايل سانة واتنية مش تسمع صوت قلت له خلاص حاضر بكرة ان شاء الله حاول ايه قده بقولك الفلوس بصراحة لما فقدت الثقة في الشرطة بدأ مرضيش يقولي الشرطة لان فقدت شفت شغل ايه ما فيش حد مهتمه ولا 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 كملت الفلوس وبتاعه السانية تيه التليفون انزل روح هنا روح هنا معرفش اصيب الفلوس حتة الفلانية واطلع على حتة الفلانية سبت الفلوس طلعت على المكان جل عليها فضلت ريني على رقم بتاعهم تاني جرس مش بيرد مش جاء فتفون جرسهم فضلت ريني يمكن 3 ساعات متواصلة فشكت ان التليفون يكون واجع منه انه هو مش عايز اكلمي انه كان جافل الخط وخلاص فضجعت في مدلوه دي حد الساعة 2 بالليل حد الساعة 2 بالليل عندما كانوا اللي جلوا عليها ما جيتهمش جو روح ترايح الحتة تاني جيه التليفون بتاع الخاطر واجع بالصفص للشهر المهم روح تواخد التليفون والبيانات عليه روح ترايح لرئيس الفلع عندنا وقدت للتليفون وعليه رقم كان بريني على الخط 19 مرة لما واجع اعداء بتاعي الخاطر ده والبياني التاني هو واحد تابعه وادتوا بنات العليها قال لي خلاص ما تقولش يهمه وانشافه انه وضوعه وعمل الجارات من تحت تحته 6 يوم 2-13 عشرة وفلوس راحت؟ بس بعد كده رجعني منها الجاتل هاجي الحظ دي طريق السفارة بعد كده فينا باشر الجارات وبتاع اعملت ايه وعملت ايه وعملش طب التليفون ضع التليفون ضع طب حضرتك انا حتى ما عنديش ورج راسي عشان اقول له لو باتت اقول له على راس فرق محلش هيسدجني هيلبسينه انا الجابية مش هيتكلم طب ايه باشر دي وقت اعمل ايه جالها ربنا يا السحر ساكت الموضوع بعد جيد رئيس ما باحث بالصلاح عندنا في ملاوي عنده ضمير مسك الملفات وبدأ للشغله بتاع فجياله بلاغ ان فيه جس هيت العزمة على طريق السحراء والشارج ده اوه فراحوا عشان نشوفوها ليجي المواصفات بتاعت يعني انا عرفته من اللبس اللبس اللي هو اتخطط بيه هو نفس اللبس فان ما يقول له عندي الجسة انا كنت لابس يقول له لابس كذا 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 بالترتيب اللي هو لابس جال لي طيب فيه جس سيتي شوف كده ليجيت اللبس وقلت له هو يا بشر بس برضو زيادة تأكيد تشوفوا امه اشان هم اللي ملبساه خدوا المشراحة وروحنا المشراحة جيبتهم وتعرف طريق هو وجبضوا على الجاتل دوية عمرت حريات جابوا يا عنتر دوية السواق السواق عنتر ده كانش حلته حاجة كانش حلته حاجة كانش شغالش دواج بالقجرة فاجئة بعد التلوس بشهرين كده او بشهر ونص اشتارة عربية وحطة ارض صغيرة في البلد يعني بفز بتاعتي واضطرف بجريمته في المباحث والكلام ده تفصيله وكله بس سبعا في النيابة لما ادخلت المحامين وبتاع انكر ما تنكرتش وكام ده جلناك تقرير الطب الشرعي هو لهاي قاية كلام المباحث ان التحرياته مضبوطة وانتر لما عمل جل ده مد بكذا وخنكته وكذا وكذا وكام ده كله تقرير الطب الشرع حده تتجاعد عشر تشهر عشر تشهر لسه بعتنوا من جيم الشهرين هم يقول لي عين غير كافية عايزة افهم يعني ايه العين غير كافية هل انت بتاخدوا عينات عشوائي كده ولا ايه ولا من غير كميات ولا ايه ازاي عين غير كافية حد يفهمها لانا في طب الشرع دي عشر تشهر يقول لي عين غير كافية محبوسي حد دي وقت الجضاية اكتر من سنة متحديدش جلسة واحدة لسه متحديدش جلسة واحدة ولا حد السائل طب يعني اعمل ليه السنة ميطلع يعني واموته انا هي الحكومة عايزة كده يقول لي ولا محاكمة بتحاكم ولا يجرات بتعمل وتاعي يبقى لما يطلع كده انا اقض حق جميدي انا جهت القضاء وقلت اخد لحق لي عشان ما ازيش حد القضاء مش عايز كده ولا حكومة عايزة كده غير ان لازم يكون في اسراع بجراءات تقادي في القضايا الخاصة بخطف الاطفال ده اب مكلوم فقد ابنه ابنه تقتل والقاتل موجود ومحبوس وحتى الان لم يحل المحاكمة الجنائية امام حكامة الجنائية ويقول لي ازاي العين غير كافية ياريت احنا كبان في انتظار رد من طب الشرعية على هذه الواقعة عشان نعرف يعني ايه العين غير كافية بعد تزع شهور انا بشكرك جدا سيد اشام بشكرك بعدين فوزية بقاء لله ربنا يصبركم ويرحم اولادكم بعد الفصل نمازك اخرى لقصة المكلومة فقد تبنع موسيقى 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 او على الاقل ان يعرض نمازك لناس بيدوروا على اهليهم خرجوا ولم يعودوا لاهليهم حتى الان معايا دلوقتي احمد محفوظ احمد محفوظ بطل مصر في الكيك بوكسنج ومعايا فيصل محمد خالد اهلا بك فيصل معايا استاذ ابراهيم محمود دولة مدير دار رعاية ايل صادق الموجود بها احمد مظبوط ابدأ باحمد احمد انت بطل مصر في الكيك بوكس وبتدور على اهليك مظبوط انا صغير انا كنت شعب حاجة لما كبرت لقيت نوش في الدور وانا باشكر الدور لان هي علمتني وقالتني سنة ستة وانا قاعد مع خوتي في الدور لكنهم كني قاعد مع ابا وقاعد مع اهلي وانا برضا بدور على اهلي وانا عرف اوصلهم وانا باشكر الدور جدا استاذ ابراهيم انت لقيته احمد ازاي احمد جلنا عن طريق التضامن الاجتماعي احنا الكلام ده في شهر 12 2006 عارفنا انه هو اتلاقه في محطة مترو شبرال خيمة وتعمل محاضر وكلام ده والنيابة عمل القرار بايداع واحدة دور الرعاية كان اسمه احمد؟ هو جلنا باسمه احمد لان التضامن هي اللي بتسمي اللي بتسمي تكلمس ايه؟ والله احنا معانا هو كان لابس تشيرت احمر وانا معي الصورة بتاعته هو صغير فهو خد مراحل الرعاية في الدار وخد مراحل التعليم لحد ما عنده 12 سنة دلوقتي يعني عندنا بحقق عشر سنين عشر سنين عشر سنين عشر سنين اه احمد انتوا تدور على بابه معه؟ اه؟ انت حاسس ان هم موجودين؟ ها؟ متعرفش بس ممكن تكونوا موجودين؟ يكونوا عايشين يعني هم موجودين؟ ممكن تكون انت واعت او تهتم منه؟ انا كنت صغير ممكن تشعرف حكا او ده كمان بطل مصر يعني بطل مصر في البوكسنج يعني ده اهله يفتخروا بيه جدا يعني شايفينه معلق المديلية الذهبية ومتصور وراه على مصر والكاس في ايده يعني النموذج مشرف يعني ايه؟ بالتأكيد شيء مشرف لكن هو المهم احمد يعرف اهله ازاي؟ يعني بعد مرور عشر سنين من فقده ملامحه اتغيرته الصورة يعني اكيد اللي هيشوف الصورة هيقول ده ابني اه مزبوط؟ ايه مزبوط طبعا هو هو على فكرة التوقيت ده كان في التوقيت بتاع اللي هو الاخ الجدع اللي كان بيخطف الولاد ده اللي هو اسمه التوربيني في التوقيت ده لان يعني ده يعني مرجحين انه هو كان من ضحايا التوربيني فهو الابير الشرطة اللي لقاه في محطط يعني انتو بترجحوا ان احمد اتخطف؟ ده ده الترجيح ده الترجيح اه ده الترجيح اه طبعا عندنا الشؤون هو ضر الاصاضي دي في المطرية في اعلى مسجد مدينة السعادة فالشؤون المطرية هي اللي جابت هن يعني طب بص يا احمد انا هعمل حاجة يعني عايزك شايف الكاميرا دي دي بص لها كويس وكلم اهلك قلوهم هما شافوا صورتك دلوقتي على فكرة خلاص يعني شافوك انت صغير يعني لو هما عايشين وشافوا صورتك دلوقتي واحنا حطنا لهم دلوقتي حيكونوا عارفين انك انت الطفل ده هو الكنده قلوهم اللي انت عايزوا انا عايز اهلي من ابردك عايز اهلي علشان اكون حاجز با انا باكون مع بابا وماما وبردك مش اسقيد ده لان انا لان انا تربط فيها وباشكر بابا ابراهيم وباشكر بابا مبدي وباشكر بابا عبد الله اللي رحمه وباشكر كل اللذين يخطمونا في الدور تقول ايه بقى الباباك ومامتك الحقيقيين وهم يسمعينك دلوقتي وشايفينك حيستقولهم ايه حيستقولهم ايه تقولهم افخروا بيه ان انا بقيت بطل عمو من احمد ظاهر قدام حضراتكم احنا حطنا صورته لما كان طفل صغير النهر ده احمد بقى عنده تقريبا اتناشر سنة يدور على ابو امه فقد ولقوه في واحد ديسمبر عام الفين وستة في محطة مترو شبرة الخيمة وكان ساعتها عمره صغير عنده سنتين كان لابس سويت شيرت اصفر وبنطلون جين زبني وحزاء كويتش كوحلي اي اب واي ام اللي فقدوا ابنهم من عشر سنوات او اتخطف انهم ابنهم انا بقولهم ابنكوا اهو ده هو صغير ودلوقتي هو كبير واللي عايز التواصل يكلمنا على البرنامج مبسوط صدر؟ مبسوط انك انت بقت مطق بطر مصر في البوكسنج فصل حكايتك يا حبيب انا ركبتي صغير كان اه حصل اه مشكلة يعني بين والدي والدتي فوقت عند ست سنين فانزلت ماشي في الشارع عادي ففي واحد خدني فليبت من البيت يعني؟ اوه كان عندك كم سنة؟ ست 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 في واحد ماشي في الشارع عادي في واحد خدني وداني اسم الاسباكية من اسم الاسباكية حولولي الدار هنا في شوبرا في الشارع اللوفتين جمعات تربية اسلامية جمعات دي انا كنت قاعد فيها مبسوط وكل حاجة تمت ستاشر سنة راهم ماشييني ليه؟ يقول لك انا سني كبير وههم وديني فين بقى مؤسسة اسمها ابو تاتا في جمعة الكاهرة طبعا المؤسسة انا مرتحتش فيها قاعدت يوم واحد ومشيت فرجعت المكان اللي هو شوبرا تاني دي صورتكم انت صغير؟ اه طب اهلك اللي انت سبتوهم راحوا فين؟ ما تدورش عليهم؟ لا 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 اللي انا فاكره اللي انا من فيوم انت مش فاكر انت اساسا اه تمام انت من فيوم يعني اهلك موجودين في الفيوم هو بس اللي خلاني نزلت اللي بابايا ضرب مامتي باستيكاف ده دارة فده اللي مشاني لبعدين يا فيص بس فرجعت شورة تاني فانا حاليا دلوقتي والله قاعد مع ابو واحد صاحبي في جروش فاللوال لانا مش مرتاح يعني في الدنيا عايز ايه انا حبيت اطلب بس ما كان اعط فيه ان شاء الله لو قوده وارجع لأهلك وارجع لأهلي مرضوك الحمد لله يعني لو ليتهم يعني وحشوك اكيد فكر ابوك وهم انا ابقى ل 11 سنة طيب يعني دي حالة فيصل محمد خالد احنا بنخاطب اهالي الفيوم يعني كما لو تقطع على صورته لو سمحتوا حطوا صورته وظاير لو في اي حد يعرف الطفل اللي قدامكو ده فيصل محمد خالد خرج من بيته وكان عمره 6 سنوات والكلام ده كان من عام 2004 مزبوط يعني من 12 سنة لو اي حد تعرف على الصورة دي انا عايز اقول لكم ان الطفل ده قدامكو دلوقتي او هو ده اي حد من اهالي الفيوم يتعرف على هذا الطفل ان هو بيقول ان هو من اهالي الفيوم الولد دلوقتي متبهدل بعد ما خرج من دار الرعاية وانا ما اعرفش ايه القوانين العقيمة دي اللي تخرج طفل مازال يعني لم يبلغ سن الرجد نطلعه نقوله اطلع للشارع بعد ما جمناك من الشارع انا ما اعرفش القوانين دي اذا كانت عجزة تتعدل لكن ما ينفعش ابدا اطلع طفل في السن ده لمجرد ان قانون تعد تضاموا الاجتماعي يقول يطلع من دور الرعاية بعد سن 17 سنة ما ينفعش باي منطق ما ينفعش لكن ما علينا اللي بتكلم فيه دلوقتي الطفل قدامك هو لو اي حد من اهالي الفيوم تعرف عليه تواصل مع البرنامج هقوط لك رقم تليفون البرنامج لنزله احمد ده وسمح عشان خاطر اللي يعرف فيصل اللي يعرف احمد احنا عندنا تواصل معهم هنقدر نوصلكم بهم انا واثق ان اي ابو اي ام حتى بعد 20 سنة مجرد يتأكد ان ابنه يعني احنا كنا بنشوف ام بتقول اشوف جسد ابني عشان نتأكد انه مات احنا بنقول لك لا ابنك الحمد لهو عايش اهو احمد عايش شوفوهم اللي تعرف عليهم جيبعتنا الحالات المشابهة اللي زي احمد وفسر قد ايه تايما عند حضر احنا عندنا في الدار 28 طفل احمد الوحيد اللي هو جيه تايه من اهره او جيه عنده سنتين احنا عندنا بقية الـ 27 دول جوم الدار وهم عندهم اسبوع اسبوعين فدول تضمن حولتها لينا وهم في سن صغير خالص فبالتالي يعني ما فيش مش تايه يعني ده بقى حاجات تانية يعني او لقيت بقى او لقيت لكن دول لهم اسر دول لهم اسر والمفروض ان هو حد يتعرف هو احنا جلنا واحد في الدار ما حاولتوش تحط صورهم قبل كده صورة احمد لا نزل نزلت اول ما جيه احمد وهو صغير اتحطى كان فيه القناة التالتة ساعتها فيه القناة التنويه عن المفقودين وحطنا صورته وكان فيه الجرائج وعملنا تنويه في الجرائج كمان بس ما حدش جيل الاسر اتمنى ان الحلقة دي جيب نتيجة وانا بشكرك جدا وان شاء الله يا رب اهلكم يشوفوكو ويتعرفوا عليكم وترجع لبابا وماما وترجع لبابا وماما ان شاء الله واشكرك جدا ابراهيم به حقيقة للمجود اللي انت عمليه بزرر رعاية لك يعني مجرد يطلعوا بطل زي ده ده شيء يتحسب ده هو اخواته الحمد لله كل يعني معيشينهم في جو اسر الحمد لله الحمد لله لمجرد جايبين تاتا كمان ليهم ست فاضلة معيشينها معهم رب ان اكرمهم انا بشكرك جدا بعد قاصل حالة انسانية تستحق ان احنا نقف قدامها كتير اهلا بحضراتكم والحقيقة يمكن المرة دي انا معي حالة غريبة جدا تستحق ان احنا نقف قدامها معي شخصية شابة جميلة ومجتهد وحاصل على بكاليوس هندسة نظم معلومات عمره دلوقتي ستة تقريبا تاتة عشرين سنة وبيدور على والده والدته خلي ارحب المهندس هاني النبيل مهندس النظم المعلومات اهلا بك باش فانسا اهلا مهاركا ورحب الاستاذ احمد الجزاوي مؤسس صفحة الرسمية الاطفال المهندسة انا تمام ايه باش مانسف ايه الحكاية مفيش وانا انا اسمي هاني نبيل مجدي تمام انا عندي اسمي الحقيقي لا انا معرفش الاسم ده حقيقي ولا مش حقيقي انا ده الاسم اللي مكتوب في شهادة الميلاد المتاحة اللي موجودة معايا المفروض ان انا على حسب الشهادة ان انا معليد ألماظة اه اللي مكتوب في الشهادة البيانات المكتوب على الله اعلم هي هي حقيقة ولا مش حقيقة تمام اه انا كنت عايش حياتي عادي خالص ما افكرش ان انا ادور ولا اه بس كان ليا زمايلي اه منهم واحد كان تابع معا دي صورتك وانت صغير اه دي صورت دي صورتي وانا صغير تمام انت لقوك كنتو فين لا هو البداية انا ما انا كنت في دار اسمها دار الطفل بن صوح تمام الدار دي سلمتني لأسرة بديلة سنة اربعة وتسعين ستاشر واحد اربعة وتسعين تمام اه كانت الاسرة دي كان الوالد كان ضابط اسمه محمد مختار عبد الفتاة تمام كانت حرمه اسمها الاسازة اميرة محمد كامل هم كان عندهم والد اسمه مؤمن وانا تاني كنت الوالد بالتبني بعدك دربنا كرامهم ببنت فودوني لجامعية قرية العمل من هنا عشت برضو حياتي وعادي خالص ما فيش اي حاجة وصلت لسن معين كملت دراستي صرفت على دراستي برضو جامعة خاصة مين صرف عليك؟ أنا كنت بصرف في الجامعة الخاصة بجزء وكفيل بجزء كان كفيل ده متوسط مع الحد النهاردة هو اسمه السيد اسماعيل إبراهيم هو محامي تمام؟ الناس دي أنا متواصل معها لحد دلوقتي هو واخذني كابن بالتبني برضو هو الحاجة فريدة حرمه والأسرة كلها يعني مش محسسيني بحاجة بس الفرق إن أنا بدور على البداية للأصل أنا كنت إيه أنا وصلت لإيه؟ طب أكيد أنت عندك معلومات عن البداية أنت كنت فين؟ لقوك عندك كم سنة وفين؟ أنا ما يمكن اللي بيشوفك إيه قدرت عرف عليك؟ أنا روحت سألت في الدار تمام؟ أنا الأول تبعت مع سيد أحمد الجزاوي جالك على الصفحة عندك سيد أحمد هو أصلا هاني صديق للمهندس أحمد اللي لسه راجع من أسبوع لأهله هاني ما خدش الخطوة دي لما شاف أحمد رجع واستاهله كان شخص عايش بدون أهل خالص دلوقتي ما شاء الله من أكبر عائلات السعيد عائلة رحومة اسمه محمد عبدالله رحومة دلوقتي ما شاء الله عنده أعمام كتير جدا وخلان أنه البلد كلها استقبلته هاني لما شاف أحمد واستعيلة واستقصرة وأنه ممكن قرار أنه يطلع ينشر صورة في الصفحة عندنا أنه ده ممكن غير حياته كلها هي دي الخطوة اللي خلت هاني فعلا يخد الجرأة دي وأنه هو برضه ينشر قصته وأنه يبدأ يبحث عن أهله من أوله جديد طيب هاني قولي بقى لما رجعت للدار اللي أنت أول دار دخلتها بعد ما كنت مفقود أنا قالوا لك لقوك فين وكنسنك قد إيه ولابس إيه ولا أي معلومات رحت مساء الخير مساء النور أنا جاي يسأل عن بيانات قديمة لمين لحضرتك؟ آه بخصوص إيه أنا كنت هنا من 22 سنة عايز أي معلومات تثبت أنا روح تلفية لا والله يسيحنا ما عندناش معلومات طب أنا طلعت ورقة كانت معي معيه النهاردة بتثبت إن أنا انتقلت من الدار دي للأسرة البديلة بتاريخ كذا طب أنا أكيد في نسخة للورق اللي أنتو دوتو هولهم عشان يبقى فيه أرشيف مجمع مثلا للحالات اللي زي زي أو زي غيري مفيش لا ما هنعرفش طب الأستاذة كان اسم فيه مديرة الدار ربنا ديها الصحة لسه موجودة والهي لسه مديرة الدار بس هي ما كانتش موجودة يعني يوم ما روحت كان يوم الجمعة اللي فات قصدي أول مبارح ولا مبارح روحت ما كانتش موجودة طب أنا أقدر أعرف أي معلومات إزاي قالوا لي روح دار جامعية إنقاذ الطفولة اللي في عين شمس روحت سمع عليكم عايزة قابل السكرتير أي حد السكرتير اللي موجود محدش تاني موجود غيره طب يا فندم أنا جايك معي الورق دي وعايزة أشوف أي بيانات ليا ده لو في بيانات قال لي البيانات دي حضرك هتبقى عندي لو حضرتك جيت لي من البداية يعني لو أنت من دار النصوح وهو عارف اسم المديرة برضو قال لي لو جيت من عند الأستاذة فوزية لحد عندي أنا كنت هستلمك بفايل لكن أنت فايلك راح مع الأسرة البديلة طب الأسرة البديلة وديتني الجامعية تانية طب أنا في الجامعية التانية أنا لسة يعني كنت لسة هزع هناك إن أنا أوصل لأي حاجة وكلمت ناس هناك وكده وقالوا لي هنساعدك وهنشوف الورق والكلام ده مع أني ممكن ما نعرفش نطلع ما هي دي المشكلة يا دكتور بقى المشكلة إن انت كل الحالات اللي متواجدة حالية عند الوقتي معانا مفيش قاعدة البيانات تقدر ترجع لها فيها كافة المواصفات اللي هي نقدر نربط بيها بين أسرة بتبحث عن طفل وشاب بيبحث عنها. أنت مش فاكر أي حاجة عن أهلك يا هاني؟ أنا ما أقدرش أفتكر حاجة زي دي لأن أنا مش فاكر كده صورة والدتك صورة والدك شكلهم ما عاشتش معهم أنا الدار دي سنة يعني أنت متوعاش خالص ما وعاش خالص غير مثلا سنة تلاتة وتسعين أنا كنت في الدار دي مثلا أو أربعة وتسعين أنا كنت في الدار دي قبل ما أتسلم تمام؟ فاكر افتكرت شكلها وكل حاجة حتى لما وصلت وأنا بدور على مكان الدار تمام؟ السيد أحمد كان جاب لي العنوان لأن أنا كنت دورت كان فيه كذا دار باسم نصوح فوديا يعني وصل لي المعلومة دار دي في حلمية الزتون نزلت وسألت وروحت شكلها ما تغيرش من 22 سنة يعني بالذاكرة اللي أنا كنت متذكرها أكتر من كده ما أقدرش كان عندي خمس سنين أكتر من كده أو أو ما لقوش معك حاجة في هدومك ساعتها تدل على أنت مين؟ أهلك منين؟ ما عندهمش حاجة تقول لي أنا لقوني إزاي بحييت إيه؟ طب والكلام اللي انت قلت انهم ملاقوك في المعلومات اللي انت قلت يالي دي بإسمك دي مين اللي حطها؟ يعني هي إما شهده يعني من دكتورك أو من دكتوري بيشخص الطفل ده بيحدد له عمره لازم أن يعمل له شهده ده والاسم مين اللي أطلقه عليك؟ معرفش يعني ده مش اسمك الحقيقي؟ طب أنا دلوقتي انت بتدور على أهلك لو هم في ملايين بيشوفونا دلوقتي أكيد يعرفوك إزاي؟ كل اللي أصر عليه دلوقتي كم صورة كمان من الصور الصغيرة في صور دي وفي صور تانية تمام؟ كانت برضو على الويب سايد بتاع الصفحة الرسمية المفقودة طبعا للساس أحمد الجزاوي في برضو صور تانية هي شبيهة برضو يمكن أصغر بس يعني دول الصورتين الموجودين هم يعتبر أصغر صورتين موجودين دلوقتي هنحطوهم دلوقتي عشان يمكن يتعرفوا عليهم من خلالها؟ ممكن يتعرفوا الشبه مثلا أو ملامح لو لو أخ لو لو أخ بنفس الشكل ممكن نقدروا الربوط بين الاتنين وبعد كده نبدأ إجراءات تحليات الـ DNA والإجراءات اللي بعد كده تثبت النسب فعلا بشكل كامل صحية الفكرة أنا حتى ما عرفش الحقيقة اللي كنت عليها إيه؟ الحقيقة جماعة اللي أنا عايز أقوله أن المهندس هاني سنه دلوقتي تقريبا 26 سنة 27 سنة مش عارفين هو وجد فين لكن هو مهندس وبيبحث عن والده ووالدته لأنه هو زي أي إنسان بيدور على الأقل بيدور عليهم إيه؟ ما دور على اليوم عشان أعرف كياني إيه؟ أنا ابني دلوقتي عنده ثلاث سنين فلما يكبر مين خاله؟ مين عمه؟ مين سته؟ مين جده؟ أنت اتجاوزت؟ أه الحمد لله ما سألتكش مين أهلك؟ ما عرضتنيش يعني هي ما بنا أو لما قلت لها الحالة قالتلي ما يخصنيش أنا يهمني الراجل اللي معاي يا طارع هيحافظ عليها ولا لا؟ هو ده بس اللي عندي هذا دي بنت حلال جدا على فترة هيا وكترخيرهم حماية وحاماتي هم ناس يعني برضو معاوديني بإحساس بس انت شنشاطر ومتفوق ومعندس وراجل ليك مستقبل ومستقبل واعد وباهر وكنت بتاخد حافز كمان مزبوط عشان كيها دخلت قليلها الناس؟ لا وانا مش باخد حافز الحافز بتاعي نوعا مثلا يعني حد زي الأستاذ اسماعيل وحرم الأستاذ فريدة دول يعني زرع فيها مثلا التربية الصح يعني ناس برضو متوضعين ما فرقوش بيني وبين أي حد في الأسرة بتاعتهم مع اني كنت برحلهم من كل حين وفين تمام بس يعني هم من الناس من الناس مثلا من الأساتذة اللي في الجامعية بتاعت قرية الأمل بس ما وصلت سن الشباب فأصبح التعامل سهل بينا فبرضو اكتسبت مثلا أصحاب طب أنا عايزك تبص الكاميرا الكاميرا يا أحمد يعني تكلم والله أنا بواجه رسالة بس اللي يعرف أي حاجة يعني عني أو تفاصيل عن حياتي يقدر يقدمني بيها مساعدة هكون شاكر لي يعني اللي خلاهم يساعد أحمد زميلي في الدار وكل حاجة ووصل لأهله يقدر يساعدني كبيانات كصور كمعلومات جئتوا أقولها أي حاجة تقول لي على شخصيتك اللي أهلك اقول الصور احنا هنحط الصور كلها بس أنا عايزه أنا لو تذكر حاجة أكتر من من اللي أنا فكره كنت تحوله بس دور بقى دور مثلا حاجة كارية الأمل اللي أنا كنت فيها الورق اللي عندهم يعني إثبات الحالة اللي أنا استلموني بها من الأسرة البديلة الورقة إثبات الحالة يا طرى إيه على حقيقة إيه تلقى فين من اللي سلموا مخطوف أي بيانات تدلع مش فكر شكل والدتك خالص أول ولا هم كانوا عايشين فين ده ده مع يعني معلومات ما لسه ما وصلت لهش أساني تقديرك إنه هو تخطف ولا كان تاية هو الحكم صعب جداً بس هو طبعاً سن سنتين ونص ثلاث سنين ده أعتقد بنسبة كبيرة جداً ممكن يكون تاه تاه خرج من البيت معرفش يرجع تاني ده الاحتمال الأكبر يعني مش فكر حاجة من أسماء أخوتك مش فكر أي اسم في العالم أي حاجة احنا بندور عن أب وأم لشاب ناجح مهندس في تسعين مليون ومعندناش أي بيانات عنه ومعنعرفش عنه أي حاجة لأنه نفسه ماعرفش أي حاجة عن نفسه لكن لنا امتلق غير صور صغيرة على فكرة عايز أقول إن الصور للطفل في سن البدايات اللي هي الثلاثة واربعة لغاية سبعة تمانية بتبقى تقريباً قريبة كده إحنا هنحطها تاني وإحنا بنتكلم عشان أي حاجة هي قدام كوي لو أي حد بيشبه على الصورة دي لو أي حد فقط طفل قريب من الصورة دي يتواصل معنا عشان فيه رجل كافح في حياته بعدين أصبح مهندس وتجوز وخلف لكن من حقه إن هو يجد أبو أمه وأسرته عشان يقول لي ابنه مين عائلته أسؤل إيه أنا بالله كل اللي يعني الحقيقة يعني أنا طبعاً يعني مقدر اللي إنت فيه شكراً وإحنا بندوم صوتنا لصوتك ده شرفين وبنحاول إن إحنا نوصل لنتيجة عايز تقول حاجة لا والله أنا قلت إزاي ملت حضرتك أنا كل اللي بتمنى فعلة إن إحنا يكون عندنا مركز إدارة بيانات موحد على مستوى الجمهورية يشمل كل المحاضر اللي بتتعمل سواء العصورة على طفل أو إن إحنا طفل متغيب أو كلامنا كله إحنا لو قدرنا نروب بينهم هنحل بنسبة 70% من المشكلة الأساسية كلمة أخيرة تحبت قولها قبل وقتم الحلقة على الفكرة أنا هتابع موضوع بتاعك إن شاء الله يعني أعتبر بنيملك متبني حالتك عشان نوصل إلى أحناك شكراً يا دكتور مجدد وأنا أتمنى يا رب يا رب بعد الحلقة دي يكون في نتيجة عايز تقول إيه أنا بس بقول لي يعني لو الوالد أو الوالدة فاكريني الشكل في الصور وبحثوا عني ومعرفوش أديني يعني أنا اللي بدور دلوقتي أنا اللي بدور فيا رب نقرب المسافات إن شاء الله إن شاء الله هو ده اللي الواحد بيتمنى يا رب إن شاء الله يا مسالحة بإذني لربنا كبير أكيد طبعاً شكل صعب على ربنا طبعاً دي حلقتنا النهاردة إحنا مفقادة الملف ملف المفقودين والمختطفين وأيضاً اللي بيتوهوا وبيدوروا على أهليهم عشان عايزين يركاولهم عشان يطمنهم ولولهم إحنا عايشين لسه ما قلناش هي مقاسي كلها الحياة الحياة كلها مقاسي مش هتحسوا بيها غير لما الإنسان يقع في هذه التجربة ربنا يبيد عنينا كلنا شر هذه التجربة وربنا يبيد عنينا كلنا شر إن إحنا نفقد ابن من أبنائنا تحت أي مسامة تحت أي طريقة ربنا يحفظ كل أولادنا ويا رب يرجع كل إنسان بأهل ويطمنهم عليه ويطمنهم عليهم ويطمنهم يحفظ كل إنسان بأهل